أهلا بكم الخبر اللي نشرته ادي لي من البرتناء ده خبر مخيف ومزعج لأنه في ناس كتير لا تعطي للشخير حقه وتأثيره الاجتماعي والنفسي حوالين الشخص اللي بيشخر الشخص اللي حواليه الناس اللي حواليك لو انت بتشخر بيبقوا متألمين ألم مزعج جدا حياتهم بتبقى بالبلدي يعني زي احنا بنقول تعبيرات كده حياة سهيئة جدا أو تعبير أدبي مثل الجحيم يعني كأنه عايش في حاجة صعبة جدا مش عارف ينام خالص مش عارف ينام العذاب في بعض الأساليب السادية جدا كأننا نحرم المسجون من أنه ينام أو أحلم الشخص يعني من أنه ينام ده في الساديين قوي يعني كنا نسمع كلام ده في النازية طيب خلي بالكوا بقى أنه في حتة وسبب مهم هليجي النقاردة أكيد أكيد بيلعب دور مهمة في موضوع الشخير وأنا مش عارف اعتقادي أنه منتشر حالة منتشر وجايج الحاجز الأنفي الحاجز الأنفي ده في ناس كتير من اللي حوالينا بحس أنهم عندهم مشكلة في الحاجز الأنفي نتيجة أنه أنا بشوف بشكل مباشر مناخرهم نفسها معوجة ده من بره يعني أو نتيجة حاجاتها بص لقيه هو قاعد معي يقول لي يا أخي أنا عندي النفس مش قد كده حس أنه بفتح بقه على طول هو بيتنفس بيتنفس من بقه حس أنه هو بيشتكي كتير من صداع مش أنا بحس بقى هو بيشتكيه لي كتير من صداع فلان مريض أو واحد صديق كمان الصوت اللي طبعا الشخير أكيد بيلعب دور مهمة قوي نزيف الأنف ده بينزف من مناخير ودي تلخبط لأنه جلنا نزيف من مناخير هنفكر إحنا في الضغط إن إيه هو الضغط اللي إيه طبيعي أو حتى عالي فيتلقنا النزيف من الضغط مثلا وده وارد لكن يطلع من الحاجز الأنفي اتربط النوم التهبات الجيوب الأنفية حاجات كلها بتدور حول هذا الأمر الحاجز الأنفي ده قصة مهمة جدا جدا فخلونا النهاردة نفتح هذا الملف المهم واحد من ملفات الشخير المهمة ونبدأ ندرسه بدقة شديدة مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال اللي بيسعيدني وبيشرفني طبعا وجوده معنا وبيسعيدني جدا بمعلوماته الرقي جدا وأسلوبه الرقي في الشرح والتفصيل والمتعة في السرد اللي هنشوفها النهاردة كمان من ناحية الكلينيكيلة هنشوف حالة النهاردة من الحالات اللي بتتكلم عن الموضوع دوت ونشوف ازاي مرت بحل رحلة العلاج ضيف العزيزي الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم استشاري ودكتوراه الأنف والأزن والحنجرة والعلاج بالليزر من كل طبي جامعة القاهرة وصاحب زمانة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم والجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزائر بمستشفى ريال كير العالمي بالخرطوم أهلا بك يا دكتور هشام إبراهيم أهلا يا طرق أيمن حقيقة اختيارك للحاجز الأنفي اختيار مهم لزيك أنا هبدأ بالأول ايه هو الحاجز الأنفي ولماذا اخترته؟ الحاجز الأنفي زي ما هو بيتقال من اسمه حاجز للأنف حاجز الأنف ما بين فتحتين الأنف اللي احنا كلنا شايفينهم قدام عينينا العايدين خالص جدا وهو الحاجز اللي بيفصل ما بين الفتحتين المفروض والطبيعي إن هذا الحاجز يكون متسنطر أو متوسطر بين الفتحتين ليه؟ عشان دخول الهوى ينتظم في الفتحتين الله طب إيه إيه دخول الهوى ينتظم في الفتحتين وإيه مشكلة لو لم ينتظم دخول الهوى الفتحتين مشكلة كبيرة جدا 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 حضرتك قلت تقريبا يعني 60-70% من المشاكل عدم انتظام دخول الهوى في الفتحتين بيعملي لخبطة الهوى داخل الجيب الأنفي يعملي لخبطة الهوى اللي هو داخل جوه الأنف ما بيخشش مزبوط ما بيخشش في الفراغات مزبوط فيبتدي يطلخبط ما يطلعش فوق على مراكز الشم اللي في الروف بتاع الأنف هتقلم حسة الشم في الأنف يبتدي يلخبط دخول الهوى في قناة ستاكيوس جوه فيبتدي يحصل لخبطة في السمع يبتدي يحصل لخبطة في الهوى يبتدي يحصل أشور، يبتدي يحصل نزيف، يبتدي يحصل سدة، يبتدي يحصل صداع جوة جيب الأنفي نتيجة عدم دخول الهواء بصفة منتظمة وامتلاء الجيوب الأنفية ده كل ده في الأنف ما نزلناش على الحل يبتدي عدم انتظام الهواء يبتدي يعمل لي التهبات في الحل، يبتدي يعمل لي جفاف في الحل يبتدي يعمل حرقان، يبتدي يعمل ريحة مش كويسة يبتدي يعمل بلغم، يبتدي يعمل مخاط ينزل على الأحبال الصوتية تريد يعمل مشاكل في الصوت وطبعا في الأنف مشاكل الخنفة وعدم والصوت اللي مش مزبوط وأكتر من كده على المعدة يعمل لي غازات على المعدة يعمل لي ما يسمى بارتجاع المريء وما يسمى بجرسومة المعدة نتيجة وجود مخاط بكسافة في منطقة المعدة يقوم بتواجد جرسومة المعدة يخليها أكثر تأثير بالضبط كل ده بجملة واحدة عدم امتظام دخول الهوى ولخبطة الهوى في مدخل الأنف هل وجاج الحجز الأنفي في ناس عن ناس في جنس عن جنس في population عن population والله فعلا إحنا يعني عادة 80% من population عندهم أو من الناس عموما عندهم عوجة في الحجز الأنفي دي حاجة ولكن برضو بالدراسات بتقول أن مثلا الصينيين الأقل في موضوع الحجز الأنفي الدراسات بتقول كده الأوروبيين والأسيوين من الناس عندهم الأكثرية في موضوع الحجز الأنفي الأفارقة الأفارقة نظرا يعني كتير جدا من الناس الأفارقة لو ما بيقولي يكشفوا الأنف عندهم كبيرة جدا حتى لو فيها عوجة في الحجز الأنفي وإحنا دايما بنقول أن فيه زي تناسق وتناغم ما بين حجم الأنف والحجز الأنفي يعني ممكن فيها حجز الأنفي معوجة وعوجة جامدة جدا ولكن الأنفي كبيرة الأنفي كبيرة وفتحتها الأنفي كبار فخلاص مش فرق بقى يعني الدخول الهواء بيدخل براحة فعشان كده الأفارقة أقلا أقل في مشاكل حجز الأنفي الأوروبيين والأسيوين عندهم مشاكل حجز الأنفي كتير في مصر الحقيقة عندنا مشاكل حجز الأنفي كتير جدا ما عندناش استاتيستيكس الحقيقة يعني كان في المئة من الناس ولكن اللي أنا بشوف برضو بالخبرة أن الناس اللي هم في منطقة الجزء بتاع بحري وجزء بتاع الغربية وجزء بتاع الشرقية ومنطقة دي عندهم حجز الأنفي بطريقة يعني كبيرة الحقيقة عن أماكن تاني. إذن يعني فيه فاني. طب ستات ولا رجالة ولا الموضوع متساويين. تقريبا متساويين. تقريبا متساويين. ولكن عادة عشان الستات والبنات أكثر يعني خوفا عن نفسها ومشاكل الحاجز لأنفي من أكثر الحاجات اللي بتملوا ريحة الوحشة في البقى وسدت النفس فالريحة الوحشة دي في الفم بتبقى مرعبة للبنات مرعبة والستات بتعملهم مشاكل قبل الجوائز ومشاكل بعد الجوائز. عشان كده الستات أكثر شكوى. دي حاجة وعشان كده ممكن يبانوا أنهما أكثر شوية. لكن النسبة تقريبا متقربة. إحنا جئبنا ست الغضريف في الكلام. إيه العلاقة بين الحاجز الآن في الغضريف? العلاقة الحقيقة طردية. بمعنى أن كلما كان في حاجز أنفي معوج وكلما زادت العوجة. كلما حصل أن الغضروف بيتضخم لأن إحنا شرحنا القصة دي باستفادة قبل كده ولكن سبحانك يا رب دخول الهوى في فتحتي الأنف محكوم بتنظيم إلهي لمنطقة الأنف. بمعنى بمعنى أن إحنا الأنف معمولة عشان تدخل خمسين وخمسين أو يعني من الناحيتين مية في المية ومية في المية لو حصل لخبطة في دخول الأنف في الهوى في الأنف بيبتدي الغضروف يتضخم عشان يعمل أو يعمل توازن للناحية اللي تقفلت عشان كده عشان يفضل الناحيتين متساويتين في دخول الهوى. المشكلة الكبيرة وانا بشكر حقيقة ترقتلي حتة الغضروف الأنف وعلاقته بالحاجز الأنفي الإيرا دلوقتي اللي احنا بنسمع يقولك كل العينين عندهم غضروف أنف طب أنا عايز أسأل سؤال هو كان فين غضروف الأنف من عشرة وعشين سنة إيش معنى تشف يعني هذه الفترة إن غضروف الأنف العامل المشكلة هو الحقيقة ما فيش حاجة اسمها غضروف أنف تضخم ومحتاجين إن احنا نشيله ده دي statement أو جملة الحقيقة يعني انتشرت جدا ولكن مرعبة ليه؟ لأن غضروف الأنف ما بيتضخمش لوحده مش من الهوى لأ غضروف الأنف بيتضخم نتيجة مشكلة في الأنف وتبتدي سدة الأنف فأنا قبل ما أقول فيه تضخم في غضروف الأنف وعايز أعمله عملية كغضروف فقط ودي جملة خطأ لازم أشوف السبب إيه اللي خلى الغضروف يتضخم والمفاجأة بقى أن أنا لو حليت تضخم سبب تضخم الغضروف اللي هو عادة بيبقى 29% بيبقى الحجز الأنفي الغضروف بيرجع زي مكان تاني بينكمش تاني بيرجع لحجم الطبيعي تاني طيب دايما فيه جملة بين الناس أقول لك هتعمل عملية حجز الأنفي دي بترجع تاني خلي بالك يعني ليه جايما جملة معرفش أبو العريف بقى اللي بيقولها أولا إيه لا لا دي جملة مشهورة فعلا ولكن هي فعلا ليه الجملة دي تقلت الجملة دي تقلت عشان فعلا بيتعمل عملية حجز الأنفي والنتيجة بتبقاش مرضية للناس فبيفتكروا إن الحجز الأنفي رجع تاني طب أنا هقول مثلا يعني مثل بسيط جدا هو أنا لو قيت حد لقدر الله تكسرت وتصلحت ممكن تتصلح صحة وممكن تصلح غلط طب هو لو تصلحت صحة هل ممكن ترجع تاني الكسرة أو الألام أو المشكلة أو العوجاج لا يمكن إنما لو تصلحت غلط بنسبة ميل معينة هتعمل مشاكل هو ده بالضبط الحجز الأنفي إذا ما كانش الحجز الأنفي أدق إذا ما كانش الحجز الأنفي يتصلح بنسبة نجاح 100% العملية تعتبر فشلت بنسبة دقة 100% لأن فتحة الأنف ودخول الهوى في الأنف نعتبر إنه هو بيدخل في تيوب في أمبوبة الأنبوبة دي اللي هي فتحة الأنف لو الأنبوبة وفيها من جوة حجز يعني حجز أسمها اتنين افطرت حضرتك إن أنا جيت صلحت العوجة دي فيه في الأنبوبة دي فيه ثلاث نقط مع وجين أنا صلحت اتنين وسبت واحدة هل الأنبوبة دخل فيها الهوى؟ ما دخلش فيها الهوى لأنه دخل ولكن فيه نقطة لسه فيها السد وهي دي هو ده بالزبط إنه حجز أن فيه بيتعدل بنسبة 90% العشرة في المية اللي باقية بتديني نسبة سدة 100% برده زي ما إعنا شايفين كده على الفيديو اللي إحنا النهاردة حفظناه أكيد إنه ساعات العوجة تكون في أكتر من نقطة في أكتر أهو هنا مثلاً ماي ماي لكن فيه واحد تاني بيبقى رايح وجاي أيوة زي كده مثلاً وفيه بقى الأصعب اللي هو الـ S-shaped اللي هو يمكن نمرة ثلاثة هيجي دلوقتي هو S-shaped نمرة ثلاثة هتلاقي عوجتين عوجتين بص حضرتك أنا لو صلحت عوجة التانية أفلة ما عملتش حاجة أنا بصلح قدام لكن القفلة اللي وراء دي المشكلة دي أصعب ما في عمليات الحاجز الأنفي اللي هو الكسر 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 في الأنف دي أصعب عمليات ودي اللي بينتج عنها كتير جداً اللي بنسمعه سقب في الأنف ودي محتاجة مهارة ودقة شديدتين في العملية من أصعب عمليات الحاجز الأنفي عشان كده عملية الحاجز الأنفي عملية سهلة وصعبة عملية سهلة لو اتعاملت مزبوط بدقة بخبرة وعملية في منتهى الصعوبة منتهى الصعوبة لو اتعملت خطأ وحاولنا نخش فيها مرة تانية والحالة بتاعت النهاردة للأسف كانت اتعملت قبل كده وما تحسنش هو قال انا اتحسنت فترة صغيرة جدا ورجعت تعبت تاني تعبت تاني ليه تعبت تاني عشان الحاجز ما تعملش بنسبة دقة 100% بنسبة 50 60 70 ولكن بيفضل جزء مقفول وهو ده اللي بيفضل فيه المشكلة وتتفاقن بعد كده تعالوا نسمع واحد من الناس اللي منورانا في مصر هنا شاب جميل جدا اندونيسي بيدرس في جامعة الازهر ناس المحترمة جدا جدا اللي منورة مصر اكيد جامعة الازهر بتقوم بدور كبير جدا معهم تعالوا نشوف قصته باختصار مشيت ازاي انا اسمي قمر الزمان حاسب وان من دولة اندونيسيا انا طالب بجامعة الازهر الشريف منذ سنوات 2014 تقريبا انا شعرت بانسداد في الانف حتى يعني التنفس من الانف صعب وكذلك عند النوم يعني انقطاع في التنفس والى اخره يعني فعملت العملية تقريبا سنة 2018 في الحزز الانفي في احدى المستشفيات هنا الحمد لله تحسن قليلا لكن ما زال واحد منها مسدود تقريبا الانف وكذلك يعني انقطاع في التنفس ايضا مازال موجود والنعاس يعني النعاس لو جلست مثلا ربو ساعة اشعر بالنعاس جدا ثم بعد ذلك صارت شخير قويا مباشرة واذا رقبت السيارة انا اسوك السيارة او انا دراجة نارية مثلا ربو ساعة او نصف ساعة ساشعر بالنعاس جدا ثم فبذلك وفي مشكلة برده يعني مشكلة متزوجة بسبب الشخار والى اخره فبعد سنوات قلت بنفسي يعني انا وجدت طبيب في اندونيسيا يعالز هذا قلت مصر في مصر يعني الاطباء هنا تقريبا متميزون لابد ان يكون عندهم هذا طبعا هذه اللغة عربية فصحة رائعة يعني ده ده اللغة حتى بينطق الشخير باللغة العربية الفصحة ايه الشخار الشخار اه وده النطق الصحيح ايه او احد النطق لان الشخير له اكتر من طريقة في النطق لان خلينا هو راجل عداني باللغة العربية اشتقنا لللغة العربية الفصحة هنا عملية اجريت لم تعطي سمارها بشكل كامل ما زالت وطبعا هو شرح تجرى العملية مرة أخرى تجرى العملية مرة أخرى نحن نتكلم باللغة العربية عدانة عدو جميلة طبعا ولكن لازم فيه طبعا كشف عشان نشوف الحجز أنفي اتعامل فيه وهل فيه اتشال منه جزء الأمامي اتشال منه جزء خلفي حصل مشاكل حصل تلايف لأن حقيقك عارف أن من أصعب الحالات الجراحية اللي ممكن الواحد يعملها هو التدخل الثاني في الجراح بريدو بريدو بالزبط كده في منتهى الصعوبة الواحد ما قاش عارفت عمل إيه قبل كده في تلايف فات أكيد حصلة أكيد ما فيهاش نقاش وبتبقى محتاجة دقة ومحتاجة خبرة شديدة ومهارة وزي ما بيقولوا كده يعني طولة بال وروآن والواحد شغال فهو الحقيقة من ضمن الحاجات اللي هو قالها قمر الزمان إنه هو كان رايح يعمل العملية ما حادش خد باله ممكن عشان الشخير هو ما كانش رايح يعمل عشان من الخير ومسدودة ودي نقطة في منتهى الأهمية وأنه عاسب ما يتبع مشاكل النوم بسط بقول لك أنا بركب التراجة البخارية اللي هي الموتسيكلي يعني بينام هو ساي الموتسيكلي دي كرسة يعني دي حاجة غريبة كمان يعني العربية ماشي العربية ينام حد وهو ساي العربية ده بسمحة كتير ومشهورة لكن وهو ساي الموتسيكلي يفكر إنه ينام دي صعبة غصبا عنه غصبا عنه غصبا عنه مستوى سانية السيدي الكربونة حالي بالضبط إلى جانب طبعا الموتسيكلي أنت بتبقى ساي وفول كونشوس ومركز جامع جدا فإزاي تتنام وإنت مركز هذا التركيز يعني صعوبة شديدة صعبة فهو المشكلة إنه هو كان راح يعمل عشان انقطاع نفسه عشان شخير وكان فيه سدف منخير اتعاملت السدف منخير والأسف بره اتعاملت مش مزبوط ولكن هو مهم إنه إحنا نعرف العين جاي ليه مهم إنه إحنا نعرف العين بيعايز يحل إيه دي مهمة جدا عملنا له فعلا العملية طلع إنه هو شايل جزء من الحاجز أنفي والجزء الداخلي اللي هو الاس شابت ما كانش معمول جزء الداخلي فلما هو كان حتى قال قال فيه ناحية كانت لسه مسدودة اللي هي ناحية الطرف الآخر من سدة الأنف بتاع الاس شابت فالحمد لله تلعاملية عملت وفتحنا له منخيره بنسبة دخول هوا مية في المية الولد تتحسن الولد ده يعني من الحالات اللي عجبتني جدا الولد ده أنا سجلت معاه في المركز عندي وأنا بشيل له الدعامة وبعد ما شلت له الدعامة قلت له أخبارك قال لي الأنف نسبة تحسن مية في المية قلت له منتاز جدا طب نسبة الشخير قال لي لن أستطيع أن أعطيك رد الآن قلت له ليه قال لي عشان بقى لي عشر تيام نايم ومحدش نايم معايا جنبي فأنا منتظر أديني أربع خمسة أيام لغاية لما أبتدي أجيب حد أو أسجل لنفسي وديك فيدباك أو أديك انطباع على حتة الشخير الحقيقة الحقيقة أنا كنت مستمتع جدا وقلت له أنا منتظرك ومنتظر أسمع الفيدباك بتاعك هو جالي طبعا بعد مثلا ثلاث أسابيع والحاجة من حتى مشلنا الدعامة وزي ما حاجة سمعت كده الولد إن شاء الله يجب أن تسمعه في النتيجة الشخير يتحسن جدا هنختم بالنتيجة دا كالعادة لكن أجهزة الحديثة اللي تلعب دور مهمة في العملات دي أكيد أكيد طبعا العمليات الحاجز الآن في النهاردة إحنا طورنا في الأجهزة اللي إحنا بنشتغل بيها طبعا المناظير دا شيء طبيعي جدا بنشتغل بيه اللوبس اللي إحنا بنشتغل بيها اللي هي الحاجات اللي بتكبر تلت واربع وخمس مرات الحاجز وخاصة إذا كان فيه تلايف إذا كان فيه مشاكل كمان إحنا أتخنى جهاز الشيفر اللي إحنا لو فيه أي تضخم في غضروف من غضريف الأنف بنخش نصغر به الغضروف وأنا عايز أأكد على كلمة الغضروف ما فيش حاجة ما فيش حاجة اسمها استقصال غضروف دا مسمى طبي خاطئ 100% إحنا بنعمل تصغير لغضروف الأنف بالجهاز اللي حاك شايفوا دا اللي هو الشيفر بيخش جول بيخش بتلاتة ميلي جوه الغضروف الأنف ويبتدي يأكل ويستقصل ويأكل من داخل الغضروف بحيث الغضروف بعد ما بيبقى قد كده لما بنستقصل جزء منه داخلي وبناكل جزء داخلي بيبتدي ينكمش لوحده بدون أي لمس أو بدون أي خدش للجزء الخارجي بتاع الغضروف هنستمع بقى في المرحلة الختمية من حوارنا الممتع دائما مع ضيف العزيز لماذا بعد الجراحة من ضيف الآخر قبر ضيف المنور مصر كلها ضيف العزيز القيمة العلماء الكبيرة الأستاذ دكتور الشيم إبراهيم استشاري أنفو الأوزر والحنجرة والعلاق بالليزر وساحب زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم والجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزائر بمستشفر ويالكير بالخرطوب دائما بتنور الدكتور أهلا بك دكتور نورت دكتور خليكم دائما مع الدكتور الحمد لله النتيجة